اشتركوا في القناة واشار المبارك الى ان توسعة المحجر البيطري ستسهم بشكل ايجابي في تسريع الاجراءات الرقابية المرتبطة بعملية السيراد المواشي مشيدا في الوقت ذاته بتعاون المربيين وتجار المواشي ومستوردي اللحوم مع الوزارة موضحا ان شمون الثروة الحيوانية عبر اداراتها المختصة تبدل جهودا متواصلة وحثيثة للنهوض بالمحجر البيطري من عجل تحقيق اعلى مستويات السلامة الصحية للواردات الحيوانية بدوره اكد سعادة المهندس ابراهيم بن حسن الحواج وزير الاشغال ان الوزارة تهدف من خلال توسعة المحجر الطبي البيطري الى رفع مستوى المحاجر البيطرية وضمان مطابقتها للمتطالبات والمواصفات والمعايير المعتمدة التي تخدم عمليات السيراد وتصدير المواشي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها والتأكد من خلوها من الامراض الوبائية المعدية وبين الحواج بان مشروع توسعة المحجر البيطرية تم على عدة مراحل وتصب في رفع المخزون الاستراتيجي للغذاء في مملكة البحرين اشتركوا في القناة